موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر سيد سامير من قناة Easy Grammar هنتكلم النهاردة عن الوحدة الخمسة موسيقى يلا بينا عنوان الوحدة إنه عيد ميلادي موسيقى دفعنا نبدأ كده إن حرف تي اتش ليه ما بيونطق ذا ليه ما بيونطق ثا يبه هنا هلنطقوا ثا لأن الكلمة بتنتقل كده اسمه بيرث بيرث داي اوكي لك لسن اوكي في الأول أنا هارى المحادسة الكونورسيشن اللي قدامنا دي أنا هاروها بعد كده هنسمع الحوار على سيدي اوكي 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 فبيقول ام اي حاجة من التلاتة دولار تعلمهم للطفلة اي ام او ام سكس اوكي طبعا وهاني لابس التاجة هو لأنه هو عيد ميلاده والتغم يكتب علي ايه سكس اوكي اوكي الطفلة التالية بيقول اوكي اوكي طيب يلا نسمع كده الحوار هن اوكي اوكي انا 6 2 انا 7 اوكي اوكي نشوفوا اللي بعد كده يعني تعلم الأرقام بيزي بي طبعا زي ما عارفين كلمة trace يعني تتبع يعني تتبع كتبت الأرقام في أول صورة يبقى اول رقم عندي 6 هنعدي الشماعات اللي بعد كده هنلاقيها 7 هنعدي الشماعات اللي بعد كده هنلاقيها 8 9 10 وطبعا دي طريقة جميلة جدا لان الطفل بيتعلم count ازاي يعد تمام وبعد كده يكتب الرقم باللغة الإنجليزية اوكي 6 7 8 9 10 اوكي ماتش اند ساي يعني سل وكل المفروض ان احنا هيعد هيعد البالونات اللي تحت دي وبعد كده هيبدأ يوصلها بالأرقام اوكي بالشكل دواء هيبدأ يعمل في السؤال اللي فوق بعد كده هيبدأ يوصل زي ما انتم شايفين هيعد البالونات وبعد كده يبدأ يوصل اوكي يبا احنا تعلمنا في الصفحة دي الأرقام the numbers from 6 to 10 الأرقام من 6 الى 10 نشوف اكسرسيز نمبر 3 Sing & Do نسمع كده نسمع كده page 39 exercise 3 Sing & Do How old are you? How old are you? How old? How old are you? I'm 6 I'm 6 I'm 6 اوكي نشوف بادي كده تعلم الأصوات مع بيزي بي عندنا ستنة النهاردة حرف السي وحرف الأو ليا البطاقة كيك 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 كارد 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 ك إذا ماكم مرحبا أثناء البيت ترجمة نانسي قنقر يبقى هنعمل ايه دايرة هو بيقول اه انظر وعمل دايرة على حرف السي وحرف الو فهنعمل دايرة زي ما انتوا شايفين كده على حرفي السي والو بعد كده طيب خل تعلمنا ازاي نسمع الايه الحرفي السي والو طيب تعالوا بقى نتعلم ازاي نكتبهم تمام حرف سي هنبدأ من فوق وينزل به تحت على شكل نصف دايرة تمام فنقول كاك كارد كاندل كاك كاندل طيب حرف الو طبعا فيه بيشبه الدايرة تمام فبنبدأ من الاعلى من السطر اعلى من فوق ونقفل الدايرة طبعا بيكون بين السطرين حرف السي وحرف الو يكتب بين السطرين زي شو بعد كده يعني تعلم الالوان مع بيزي بي اللون الاخدر اللون البرتقالي اللون البرتقالي اللون الاصفر اللون الاخدر بلو 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 بلون الازرق بلاق 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 اللون الاسود لسن اند كالر اسم و لون طيب قبلا نسمع الالوان بصوت تاني تمام نسمعهم كده موسيقى 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 اوكي في الاكسرساز الثاني المفروض ان احنا هنسمع ونلون يعني اول ايه اول بوع دي او الستين دي او اول بوع تمام هاللونها على حسب الصوت اللي هنسمعه تعالوا كده نسمع يباول واحدة اللون باللون بارتقالي الثالثة باللون الاخضر واخيرا باللون الاحمر يعني الشكل هيكون كده تمام مفروض هنلون الشكل دوه الاولانية شوف بعد كده المفروض ان انا هعد الاول واكتب الارقام بعد كده يبقى اول حاجة الطالب هيبدأ يعد ويكتب الارقام تمام هنا واون كيك واون كيك واون كيك واون كيك واون كيك واون كيك يبقى المفروض الاول ان هو هيعد وبعد كده يلون طب هيلون على اساس ايه؟ تعالوا نسمع لسه واون كيك واون كيك يعني كيكة واحدة لونها ايه برتقالي كيك هيا البالونات السوداء هنا ثلاث كيكات صفرة هنا بالونتين زرق وهنا كيكة برتقالية نكمل هيا البالونات السوداء five red cakes six six green cakes seven seven red candles eight eight orange balloons nine nine yellow cakes ten ten blue candles okay هل تشوف بعد كده تمام يعني حفلة عين ميلاد هيا البالونات ما هذا رسول بلاحظة وكذلك وكذلك ويكذلك ونحن حفلة كمع ميلاد وكذلك وكذلك وادروا ايه يعيشوا الواقع تمام هو ده اللي المفروض نعمله مع طلب اه فده انا نفسته بالفعل فين في الفصل وكانش ممتع جدا. اوكي? اوكي شو بعد كده? المفروض هنا الطفلة هي هيوري الطلبة الحاجات اللي موجودة في الكتاب او الحاجات اللي بتوبها موجودة في حفلة عشان يقدروا ايه? يتعرفوا عليها ويبدأوا ايه يقرروها مرة تانية. في الجزء التاني المفروض هنعمل على الحاجات اللي الطفل ايه? يتعلمها بالشكل ده. اوكي? اه على اللي هو الصوتين اللي الطلبة تعلموهم. اوكي? الماث اللي حاجات الخاصة بالماث اللي هي الرياضيات اللي هي الارقام نامبرز وبعد كده الحاجة الخاصة بالارت اللي هي الكالرس وهي واخيرا اللي هي باردي. اوكي? مفروض هنا الطفلة ها يكتب الرقم النقص ويبدأ يلون عدد الايه الدواير على حسب الايه? على حسب الرقم اللي هيكتبه. ففي اول اول اه 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 او المسال كاتب الرقم للنقص فراح ملون دايتين. في الشكل التاني يبقى الرقم النقص يبقى يلون ست دواير. وهكزا ايت ناين تن يبقى الرقم النقص ناين هلون تسعة. اوكي? فور فايف سكس يبقى يلون خمسة. سبن ايت ناين هلون تمانية. يبقى الرقم اللي هيكتبه هيلون على اساس الدواير. سكس سبن ايت يبقى يلون سبن. ان سو يلون. اوكي? طيب. تعالوا كده نشوف الشكل هيبقى عملي ازاي? الشكل هيبقى كده. اوكي? هيبقى بالشكل ده. تمام? بعد كده. وطبعا دون برضو الجزء من البلاي تايم. المفروض هنا الارقام رقم ستة هيلونه باللون الاحمر. تمام? رقم سيفن هيتلون باللون يلو. اوكي? هنشوف الارقام اللي مكتوبة وكل رقم هيتلون باللون. هيطلع لنا في الاخر لو الطفل اه مشي على التعليمات دي مظبوطة هيطلع لنا الشكل في الاخر بالشكل الممتاز ده. اه ده شكل ايه? اه ممتاز جدا. والطفل المفروض ايه? ياخد درجة ممتازة عليه. اوكي? اه في الختام اتمنى ان يتقبى الله منا هذا العمل. اللهم علموا ينتفعوا به. كان معكم مستر سيد سامير من قناة ايزي جرامر. اتمنى ان تعملوا لايك للفيديو وشير كتير. تمام? وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في واحدة جديدة من منهج كونيكت. باي باي.